عبد الكريم رحيل عامل جزائري يعاني من داء السكري يستفيد من التغطية الاجتماعية لكنه بحاجة إلى آلة الحفاظ على توازنه الصحي وهو المشتة بين صندوق التأمينات ووزارة الصحة ووزارة التضامن معاناة عبد الكريم في هذا التقرير كثيرون هم المؤمنون اجتماعيا وكثيرون أيضا يعانون من الاستفادة من هذا الحق وبانتعس في الإدارة أيضا وعبد الكريم رحيل واحد منهم داء السكري النوع ألف حالة مقاومة الأنسلين تلكم هي الحالة المرضية المستعصية التي تلزم عبد الكريم دفع مبلغي 75 مليون سنتيم وهو مبلغ مضخة الأنسلين التي لا تفارق جسده مؤمن اجتماعيا منذ عشر سنوات وصبت بدأ السكري نوع ألف حالة مقاومة الأنسلين وهذا منذ خمس سنوات جسد ثلاث مو تشبث عبد الكريم بالحياة وإرادته القوية لم تثنه عن السعي وطرق كل الأبواب بين حقوق المؤمن اجتماعيا والنصوص القانونية التنظيمية والواقع يتيه صاحب الحق في عالم إدارة لا تنصف أخبارنا متواصلة فيها أيضا